نقص في الكادر وقلة كفاءة هذه هي حالة طبنا سنان عندنا مما دفع الكثير من الأهالي للتوجه للمدن الكبرى للعلاج بل حتى قطع مسافات أكثر ووصول لبعض الأماكن الأخرى طالبا للعلاج الكثير من المصاعب التي تواجه الأهالي نتيجة نقص الكوادر الطبية المؤهلة خصوصا في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية مع عدم رغبة الأطباب التواجد فيها إضافة إلى عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص والنتيجة ضعف في الكادر الطبي وأيضا بحث من قبل الأهالي والمستفيدين عن علاج عند طبيب ماهر ينظم لي هنا في الستوديو الدكتور عبد الحميد خير الدين وهو طبيب حديث التخرج حياك الله دكتور عبد الحميد يهلو سهلك يا حميد يعطيك العافية الله يعافيك أي شيء المشاكل يتوجهكم أنتوا لسه خرجين نعم فأموركم الحق تكون طيبة أكيد طيب وشي قاعد يصير لكن الآن قاعد يحصل الآن حاليا هو عدم تنسيق بين الجهات أيضا الحكومية والخاصة بمعنى أنت قاعد تكلم عن عدد طبي مهول في المنك العربية السعودية صحيح لكن من الأجانب ليس من السعوديين هذا العدد الطبي الكبير وهذه الكوادر الصحية اللي من فيها أجنبية قاعد تأخذ وظايا في السعودي وهذا الشيء اللي احنا ما نرضى فيه عشان بس أعطيك إحصايات بسيطة من الدكتور عبد العزيز البكر سوى بحث كبير عن العمل في طب الأسنان بداية في طب الأسنان واخذها وسلط الضوء عليها طيب وش طرع فيه يقول لك عدد طباء الأسنان في السعودية هي 16887 هذا 16000 طبيب أجنبي أم لا؟ لا أطباء أطباء عامين في حدد خاصة الصحية السعوديين 3730 طبيب سعودي من أصل 16000 3730 إذن ما عندنا عطالة؟ ليس هذا هو المفضل الذي يكون لكن المشكلة الثانية التي يجب أن نوضحها أنه سبب ليس أن الطبيب السعودي لا يشتغل لكن السبب هو الرواتب التي تأتي بالخاص من الملشاة الخاصة كم تأخذهم في الإختار الخاص؟ أنا أعطيك الأفريج الأفريج أنت عندك من 5000 ريال كطبيب إلى 7000 ريال 8000 ريال طبيب أسنان؟ طبيب أسنان هذا طبيب أسنان أه؟ 7 سنوات دارس 7 سنوات دارس في القطاع الحكومي كم يأخذ؟ في القطاع الحكومي يأخذ حوالي 18000 مع البدلات فرق كبير جدا نعم فأنت قد تكلم عن فرق جدا كبير وأكيد أن الطبيب عندما نسمع راتب كهذا و راتب ثاني أكيد سيروح ليش سيروح يتوجه للحكومي و يبحث عنه يبحث عنه فبالتالي أنت تلاحظ أن الحكومي فيه ضغط عليه كبير طيب والخاص ما يقول شبه فاضي بل بالعكس في ناس قاعد تشتغل في ناس ودهن تكون نفسه بس تنتظر الحكومي لا تروح له طيب أنا معاي الكاتب الصحفي والمهتم بشأن الطبي لأستاذ خالد الحارثي من الطايف هيا كلا سيد خالد أستاذ خالد معي أستهم شيء إذا تكلم سألك سؤال تكلم لا تسكت ترى الصوت سهلا حياك الله أستاذ خالد يعني يا طباء حديثين التخرج يعتبرون معطلين لا يرغبون في العمل في القطاع نعم نعم أستاذ عبدالله الله يمسيكم بالخير حياك الله تسمعني أستاذ خالد الحارثي فيه ديلي في الصوت يا شباب عدلوا ديلي يعني إذا نحن ما عندنا مشكلة أطباء عطليهم في عندنا أطباء ما عطلين هذه الحقيقة نعم هذه الحقيقة وبعلم بالإضافة إلى شيء ثاني أيضا صاحب المنشأ الصحية وصاحب الصفات الصحية له شرطات أيضا غريبة يعني أنت تكلم عن الشرطات أحيانا على حسب المنشأ الصحية يضرب مننا كورسات كثيرة مقابل أنه عمل خاص ومعاحق لكن بالمقابل الراتب الميزات إلى آخر الدوام كم ساعة الدوام الدوام على حسب طبعا أغلب الدوامات العيادات تكون نيلية أغلب العيادات الخاصة وتكون الحكمية من العصر إلى عشرة من أربع إلى عشرة من أربع إلى عشرة هذا هو الأفرج الطبيعي طبعا تفتح عيادات في الصباح التي كانت برايمري كير التي هي رعاية الأولية وأيضا لوزارة الصيحة تفتح المشكلة الثانية التي تلاقيها التكدس الموجود في المشافات الحكومية تصدق في المناطق الرئيسية المناطق الرئيسية جدة شرقية وأيضا التكدس الموجود في مناطق أخرى في المملكة في تكدس لكن بس أنتم لا ترغب أن تذهب إلى مناطق طربيعيس يخ أنتم زي المعلمين ما المشكلة تذهب لمناطق مختلفة عزيزي لو الآن تفكير الشاب السعودي تغير لو جاء لو جاء رزقه أي مكان بيروح بيروح طيب ما في أي مشكلة دعني أرجع لأستاذ خالد الحارثي سيد خالد معي سيد خالد معاك معاك أي الأطباء ما يرغبون في العمل في القطاع الخاص خصوصا حديثين التخرج ليش والله شف الحقيقة خلن الملف هذا ملف بطالة الطباء لسنان ملف شائق وحن في بداية نعتبر نعتبر في بداية المشكلة لأن لو انتظرنا سنة سنتين ثلاث سنوات مع تخرج هالأعداد الهائلة من الكليات نحن الآن عندنا 22 كلية أهلية وحكومية تخرج بما يفوق 3000 طبيب وطبيبة سنويا للأسف الشديد هناك ضعف في التنسيق أو لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية الجهات المعنية يعني فيها وزارة الصحة وزارة الخدمة المدنية هيئة التخصصات الصحية وزارة العمل الخريجين الآن في ازدياد الكليات فاتحة مصراعيها تقبل خاصة الكليات الأهلية طبعا تبحث عن الربح المادي مع الأسف حتى ربما يكون هناك ضعف في مخرجات التعليم للأسف نرجع لسيناريو بدبلومات المعاهد الصحية والمشكلة الكبيرة وحلوها الآن كان فيه تقريبا أكثر من 18 إلى 20 ألف كان عاطل الحمد لله الدولة تدخلت في هذا الموضوع وحلت جزء كبير من المشكلة الآن بدأنا في مشكلة جديدة إذا لم يتم حل المشكلة من الآن رايح في السنوات القادمة تتراكم هذه المشكلة أعطينا الحلول طيب أنت مطلع على هذه القضية من بعيد أعطينا الحلول نعم الحلول يطويل العمر يجب أن تقلص القبول في الكليات أحسن تقلص القبول بحيث بدل ما يتخرج 3000 يتخرج على الأقل 1800 لحد ما يتم توظيف هؤلاء العاطلين الذين هم الآن يبلغون تقريبا من 3000 إلى 3500 طبيب وطبيبة هذا من جانب آخر الجانب الآخر الثاني الحلول اللي هو القطاع الخاص القطاع الخاص غير مشجع أحسن للعمل بالنسبة للأطباء الأسنان من ناحية تدني الرواتب يعني تخيل طبيب أسنان يدرس سبع سنوات وخاصة اللي درسوا في الكليات الهلية يعطونا 5000 أو 6000 يعني زي موظف الاستقبال للأسف شيء مؤسف وله مشجع بيئة غير مشجعة القطاع الخاص مع الأسف أن يكسب مبالغ خيالية يعني أعطيكم معلومة الآن الكرسي أو العيادة القطاع الخاص تدخل 120 ألف ريال شهريا 120 ألف ريال شهريا لو أعطى طبيب الأسنان السروج ويعطي طبيب الأسنان 5 ألف 10 ألف إلى 12 ألف 5 ألف يعطي ويعطي طبيب الأسنان 5 ألف تخيل طبعا هذا غير مشجع طبعا وزارة الصحة يعني سوّت بادرة قبل سنة عن خطوة كانت جدا جميلة اللي هو منع استقدام الأطباء لجانب ليش؟ السبب السبب أنهم يتيحون المجال للقطاع الخاص أن يوظف الأطباء السعوديين ولكن القطاع الخاص صار منفر أنت عندك 12 ألف طبيب غير سعودي و3700 فقط أطباء سعوديين في الأسنان العدد قليل جدا صحيح كلامك العدد أنا أقول لك الآن نسبة الوافدين في القطاع الخاص 90% طيب مع الأسف أو يمكن تزيد النسبة 90% 90% نعم 90% عطبي لا 90% نسبة الوافدين في القطاع الخاص ووافدين صح وهذا كلام صحيح ساري يعطيك ألف عافية على المداخلة صوت كرفع أيوه يعطيك ألف عافية على المداخلة وحاب أني أضيف شيء ثاني إحنا العدد أننا متناقص إحنا بي حاجة إحنا بي حاجة إلى طباء إحنا بي حاجة إلى طباء أسنان نحن لسنا يعني نبغى يعني نقصر العدد اللي يقبلون إحنا عندنا حاجة إحنا عندنا حاجة بالذاتة بالتخصصات إحنا أيضا نحتاج أنه إحنا نزود من تخصصات اللي نفذتوا عليه فبالتالي إحنا نحتاج أيضا عشان بعطيكم برضو معلومة ثانية تفضل الخصائي والاستشاري في المملكة العربية السعودية التوتل حقه سعودي وغير السعودي هو أربع آلاف وميتين واربع وثمانين السعوديين منهم فقط ألف وثاث وخمسين فأنت قد أتكلم المملكة العربية السعودية فيها فقط ألف وثاث وخمسين استشاري وأخصائي في أمراض الإسلام في علاج الإسلام احنا ما عندنا بطالة عندنا أقلة دبرة في هالجانب ايه تفضل تفضل السلخة طبعا بالضبط سوت نسيك ايه فيه 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 كالية يا جماعة الآن الآن أكثر الأطباء الآن اللي 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 عاطلين عن العمل عاميين يا جماعة غير متخصصين هناك مشكلة في الجامعات الجامعات الآن عشان عشان الطبيب يكمل دراسات عليا ماجستير يطيق خصائي واستشاري عشان يوصل القبور صار صعب جدا جدا هناك اشتراطات تفرضها الجامعات على الطلبة بحيث انهم لا يمكن يقبلون في السنة إلا خمسة إلى ستة إلى سبعة أطباء وهذا هذا الشي الآن يخلي إلى الوزارة الصحة انها فيه احتياج للطبيب الغير سعودي الوافد لا زالوا يستقدمون أطباء ووافدين استشاريين وهذا من حقهم لانه لا يوجد أطباء يعني فيهم كفاية لتقطية العمل أحسن هياة التخصصات طبية تختبركم نجحتوا في الاختبارات المتعبة جدا من الهيئة طبعا عشان برضو هذه معضوة ثانية تضطها الهيئة للأسف بدأت للسعودين اللي هو الاختبار الهيئة اللي مكون من ثلاثمائة سؤال وست ساعات وغير السعودية وغير السعودين طبعا يختبرون الاختبار هذا إذا كان وزودة المملكة عربية السعودية لكن إذا كان جاء من بره مملكة العربية السعودية هو جاء من غصف إذا جاء من بره مملكة العربية السعودية لا يحتاج أن يختبر الاختبار هذا المدة معينة من الزمن ويشترط عليه بعد المدة هذه و بعد المدأة اجتياز التدريب أن نختبر الاختبار هذا. إذن ندرب ليس ندرب. نحن لا ندرب. لكي نعيد السياطة الجملة مرة أخرى. نحن نسهل لبرة يجول المنوكة العربية السعودية. لأنه هناك نقص من استشاريين وخصائيين. وبالتالي في نفس الوقت لا يوجد وضائف. كنا نحن ضيعين. أعجبني في وزارة الصحة أن في هذا الموضوع كانت مكبرة دماغها معنا على الآخر. فنحن نقول ما عندكم مشكلة وزارة الصحة لكن هذه القضية تهم كثير من الشباب المتخرجين تهمهم أنهم يسمعون رأيكم يا وزارة الصحة. يسمعون وشالخطط الموجودة عندكم. حتى لو كانت سلبية بس أنه تعطيني رد. ولا لا سيد خالد. نعم بالطبع. يعني محتاجين نسمع وزارة الصحة تتكلم تقول ما هي الخطط المستقبلية لخرجين طب الأسنان. غير كذا يعني هي هي عدة جهات تشترك يعني يفترض يكون فيه تضافر للجهود. أنا 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 برضه وين وزارة التخطيط؟ وين وزارة التخطيط؟ ليش ما يكون هناك خطة خطة يعني لمدة خمس سنوات عن احتياج طب الأسنان. صحيحة ولا لا؟ لا والله منهم محتاجين دراسة. كليات الهالية تخرج. أي بس طرح منهم محتاجين دراسة كثير منهم محتاجين إحلال. أنه عندك أنت 12 ألف موجودين غير سعوديين. والسعوديين 3 700 فقط. بالإضافة لذلك بس أضيف أربع. أضيف أربع نقاط أستاذ خالد أتوقع حل المشكلة هذه أتوقع أنها بتكون وضع سقف وموحد للأجور بحيث أن الطبيب اللي بالخاص مو بس ياخد نفس أجر اللي بالحكومة. فبالتالي تتساوي الفرص الوظيفية. أو يكون أقلب شوي؟ أو يكون أقلب شوي عشان أنظم التهجر. بس برضو نفس الشي. بالإضافة إلى ذلك الاستثمار في القطاع الصحي. الاستثمار في القطاع الصحي في المنك العربية السعودية واحد الاستثمار القوية جداً. لكن أيضاً تحتاج إلى ترشيد وتحتاج إلى أنها تخلي لشباء الدكاتر الآن المتخرجين لأنهم تخلوا في الاستثمار الصحي. أحسن. ونبادروا فيها. بإضافة إلى ذلك زيادة مقاعد الدسلت العليا في تخصص مختلفة لطب الأسنان وغير طب الأسنان. طيب. عشان نتيح الفرص للجميع أنه على الأقل إذا لم يجد وظيفة الآن يجد كرسي الدسلت العليا. طيب. أنا شكر لك أخوي عبد الحميد خير الدين الدكتور إن شاء الله إن شاء الله من جيك بس تخفضنا إذا جيناك شكراً لكم مقدر أيضاً الكاتب الصحفي الأستاذ خالد الحارثي من الطايف شكراً جزيلاً لك إن شاء الله هذه المشكلة إلى حل بإذن الله شكراً لك شكراً لكم